في خبر مهم جداً لجمعين النادي الأهلي كلام كتير إن وثامة أبو علي مش هيلحق مباراة الزمالك اللي جاية في نهاية كأس مصر بسبب إصابة في العضلة الخلفية هحكي لكم الحكاية ببساطة الجهاز الطبي للنادي الأهلي راح قال لمارس الكولر وثامة أبو علي ما عندوش مشكلة كبيرة وثامة أبو علي كمان جاهز ينزل التدريبات خلاص؟ مارس الكولر عشان برضو إيه؟ ألأ ومركز خطير بقى عنده مركز المهاجم ده فعايز كل العناصر تبقى جاهزة فقال لهم لا مش هنزلوا دلوقتي التدريبات اصبروا عليه شوية كمان اعملوا له اختبارات طبية أخرى بس الجهاز الطبي طب أنا مارس الكولر إن وثامة أبو علي جاهز وسليم وبالتالي بنسبة تتخطط 90% وثامة أبو علي موجود بشكل طبيعي في مباراة نهاية كأس مصر أمام الزمالك وجاهز يعني جاهز بس مارس الكولر الآن شويتين ثلاثة ده بالنسبة للنادي العباد